حديث بيكلم بيقول أن أبو بكر الصديق قال أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون قال أنا لو حطت رجلي قال لو أنا رجل واحدة داخل الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله فبالتالي هو حطت هنا هو تصور لربنا يعني أنا لو أنا حطت رجلي في الجنة والرجل الثانية خارج الجنة أنا ما أقدرش أمن مكر الله لأ وكمان كمسيحي حاشة أن ننسب صفات شريرة لأله مثل المكر المكر عنا في الكتاب المقدس هو الشيطان المكر الخادع أو المشتكي أو المشوش الحقيقة مش دال اللي موجود في القرآن ليه أنا بقول لك اللي موجود في القرآن علشان نعرف من فين الناس بتستقي هذه الأفكار السلبية عن الله الله صالح الله خدوس الله محب محبة أبدية إزاي ربنا يبقى عنده بقدسته دي كلها يبقى عنده مكر في شخصيته بيتصرف انتجاهي بسلوب مكر اشتركوا في القرآن